موسيقى والعديد من الأفراد رح ينضموا لهذه الجامعة العريقة يلي هي مليانة كليات تخصصات وأيضا فيها خلينا نحكي أذرع مؤسسات تنتمي لهذه الجامعة يلي هي جد بترفع الراس وهي أيضا ترفع الراس كمان بترتيبها بتصنيفات عالمية أيضا أكيد خاصة ضمن رؤيتها في تعزيز وتحسين جودة البحث العلمي في جامعة النجاح الوطنية ودعم كل الباحثين في هذا المجال وهذا الإطار ومشاركة أبحاثها من خلال الموقع الإلكتروني لكي تحصل الجامعة مؤخرا على واحدة من أهم التصنيفات المتعلقة في جودة التعليم وجودة الأبحاث العلمية ضمن تصنيف ويبمتريكس نتحدث أكثر عن هذا الموضوع لهذا الصباح وضيفنا في الأستوديو الدكتور سائد زيود رئيس قسم الصيدلة السريرية والمجتمعية في جامعة النجاح الوطنية أهلا وسهلا فيه بداية أنا أشكركم على الاستضافة في هذا البرنامج هذا واجبنا وحقيقة في البداية يعني واجبنا نبارك ليس بس لجامعة النجاح الوطنية نبارك للوطن لأننا جامعة النجاح هي جامعة الكل الفلسطيني واجبنا نبارك لخريجينا لأنه حتى هم يعرفوا أنهم متخرجين من جامعات من جامعة عريقة لها جودة كمان احنا منبارك لطلبتنا والأهاليهم يعرفوا أن طلابهم في أياد أمينة في ناس تعلمهم تهتم في البحث العلمي ووصولها العالمية واليوم بدنا نثبت هذا الموضوع من خلال يمكن تصنيف جامعة النجاح الوطنية ضمن تصنيف الويبومتريكس العالمية وهي يعني مش أول مرة صحيح يعني احنا في البداية نحكي للمشاهد بشكل عام يتعرف على شوه تصنيف الويبومتريكس بالنسبة لتصنيف الويبومتريكس هي مؤسسة إسبانية مستقلة تابعة للمجلس الأعلى في البحث العلمي يقود هذه المؤسسة مجموعة كبيرة من الباحثين المهتمين في الانفورموشن تكنولوجي المعلوماتية وظيفة هذه المؤسسة هي رصد الجامعات العالم واللي هو يحتوي على 26 ألف جامعة تقريبا أو أكثر من هذا الرقم برصد حركتهم وحركة أبحاثهم وحركة الباحثين في شتى الأماكن هذه المؤسسة يصدر عنها بشكل عام تقريرين اللي هو يرتب فيها الجامعات في العالم أحنا في عنا تقريرين فينا تقرير يصدر في أول السنة وفي تقرير يصدر تقريبا في منتصف السنة اللي صدر حاليا لحنا فيه تقرير سابق صدر واللي نترقب التقرير في الفترة الحالية أحد التقريرين يهتم بجميع المجالات التابعة للجامعات يهتم في البحث العلمي يهتم في متابعة حركة وموقع الجامعة والملفات العلمية اللي تابعة للجامعة لكن الشيء والفضل الكبير والإنجاز اللي الجامعة في الأمس تبلغت فيه وأنجزته وحققته وتقرير يهتم في جولة البحث العلمي جولة البحث العلمي والمقياس اللي أجمع عليه العالم كله اللي بقيس فيه جولة الأبحاث اللي تنشرها المؤسسات هي مدى الاقتباس من الأبحاث اللي بنشرها باحثينها هذا الويبومتريكس في هذا التقييم أو في هذا التقرير يعتمد بشكل عام على رصد حركة 26 ألف جامعة يعتمد على أو يقيس أفضل مئة باحث في كل مؤسسة في العالم من خلال 26 ألف جامعة حقق هذا الشرط خمسة ألاف جامعة واللي هم من ضمن الشروط الأخرى أن يكون على الأقل الجامعة تحقق ألف اقتباس لأبحاث باحثينها فالحمد لله الجامعة النجاح تبوأت مركز متقدم بحيث كانت إذا بدنا نطلع عليها بالنظرة الإيجابية كانت من أفضل خمسة في المئة في جامعات العالم والأولى فلسطينيا والأولى فلسطينيا هذا لا شك فيه اللي هي قدش بيقتبسوا من أبحاث جامعة النجاح من أبحاث الباحثين اللي تابعين في جامعات النجاح صحيح وطبعا هذا شرط أنه يتم رفع كل الأبحاث على الموقع الإلكتروني الخاص في جامعة هذا صحيح حتى عمليات البحث عن رسال هل هو بشكل عام حتى نكون أكثر أكثر دقة هناك في العالم داتا بيسز اللي هي قواعد بيانات من أهم قواعد البيانات اللي موجودة في العالم قاعدة اللي هي بسموها جوجل سكولر جوجل سكولر هي أكبر قاعدة في العالم يتبعها في قاعدة بيانات اللي هي قاعدة سكوباس الويبومتريكس بكل حياته يعتمد على هذول الموقعين الجوجل سكولر مقره في أمريكا بحيث هو يتتبع هذا الموقع يتتبع حركة الباحثين يتتبع نشاطات الأبحاث في العالم ويسجلها لصالح كل جامعة موجودة واليوم نحن مفتوحين على العالم بشكل عام فبالتالي تلقائيا هو يرصد أبحاث الجامعة ويثبتها داخل هذا الموقع بكل حياتية موقع الويبومتريكس كمان يتابع حركة الجوجل سكولر ويقيم بناء على ذلك الجامعة بس أكيد دكتور في حركة من قبلكم بتم عملها هذا بفضل الجامعة دائما تشجع باحثينها على أنه تحديث ملفاتهم أول بأول وهذا بيخدم الجامعة ويخدم المؤسسة وبسهل على الجوجل سكولر أنه يرصد الأبحاث بدقة أكثر شو بضيف هذا التصنيف للجامعة؟ نحن لما نحكي عن مقياس الجودي نحن نحكي عن جودة المؤسسة يعني لما نقول الخريج دائما لما يكون معترف فيه في العالم أهم شيء لأنه وين جامعتك تقع في الخريطة فبالتالي لما نحن جامعة النجاح تحتل أو تكون من ضمن أفضل 5% من جامعات العالم أو لما نحكي أنه جامعة النجاح هي ترتيبها 21 من جامعات الوطن العربي وقد تسبق جامعات خليجية وجامعات فيها تمويل كبير فهذا يعتبر حد ذاته إنجاز للخريج نفسه إذن نحكي إذن بتضيف اسم وإنجاز للجامعة نفسها بس نحكي كمان عن هذا التصنيف يعتمد بشكل أساسي على الباحثين على الباحثين والباحث العلم بجامعة النجاح الوطنية والباحث العلمي نحكي أكثر كيف بتشجعوا الباحثين أنهم يعملوا أبحاث جديدة يحطوا أبحاثهم يخلوا أبحاثهم خلينا نحكي بتنافس بالأبحاث العالمية وأيضا خلينا نحكي كمان أنه هي بتكون ذات فائدة بالمجتمع أو عالميا أيضا صحيح يعني إحنا أول شيء محظوظين في وجود جامعة بإدارة حكيمة تشجع الباحثين وتدعم الباحث العلمي بشتى الطرق واليوم أحنا اليوم في صدد إن شاء الله اليوم تكريم أكثر من مئة باحث في الصدفة يعني كان تكريم أكثر من مئة باحث لينشر أبحاث في مجلات ذو معامل تأثير وجامعة النجاح يعني عدا عن هذا التقرير جامعة النجاح تحتل المرتبة الأولى فلسطينيا في الجامعات اللي تنشر في مجلات ذو معامل تأثير مجلات عالمية إذا إحنا حقيقة يعني إذا بلنحكي بهالإنجاز وخلينا نحكي في لغة الأرقام أكثر دقة في فلسطين تقريبا 7800 باحث جامعة النجاح إلها حصة من هذولا تقريبا 25% جامعة النجاح بس 7000 باحث بفلسطين في فلسطين في إحنا هنا حتى نكون أكثر دقة في موقع سكوباس اللي هو تحكي أنت عن إحنا عنا أكثر من هيك أبحاث في العلوم الإنسانية بس المنشورة على بس هنم نحكي عن عالميا في مجلات ذو معامل تأثير في مجلات أوروبية أمريكية عنا هذا الرقم اللي هو قريبا 8-3 جامعة النجاح إلها 25% من حصة البحث العلمي في فلسطين وهذا يعتبر حذ ذاته إنجاز إذا أنا بدي نحكي أكثر في التقدم للجامعة جامعة النجاح في 2017 كان عندها قرابة 5000 اقتباس علمي إحنا في 2018 انتقل هذا الرقم من 5000 أصبح إلى 7000 أو أكثر من 7000 إذا أحنا بدنا نتطلع على نحنا في سنة 2019 2019 تقريبا عندنا ما يقارب 4000 وأكثر اقتباس إذا بدنا نتوقع شو بدنا يكون في نهاية العام إحنا قد نصل إلى أكثر من 8000 اقتباس لأبحاث جامعة النجاح أبحاث باللغة الإنجليزية المهم في هذا الاقتباس والشيء واللي يدل على الجودة إذا من نتطلع مين اللي اقتبس من أبحاث جامعة النجاح مين اللي أقض من جامعة النجاح مين اللي اعتمد على أبحاث جامعة النجاح وهذا مقياس مهم جدا راح نلاك إذا هتكون أكثر دقة في الأرقام يعني إحنا أمريكا في الدرجة الأولى اقتبست من أبحاث جامعة النجاح والتي تقريبا تشكل 20% من اقتباس أبحاثنا في جامعة النجاح مين اللي اقتباس؟ صحيح هم يكتبس باحثين باحثين مش محددين من لوين تبعين يبنوا أبحاثهم ونظرياتهم على فرضيات بدأت فيها باحثي جامعة النجاح نروح بدنا ننتقل مثلا صين بريطانيا إذا بدنا حسب الترتيب الهند ألمانيا أستراليا كندا إيطاليا إسبانيا فرنسا هذول أول عشر دول اقتباسوا من جامعة النجاح نحن تقريبا 130 دولة اقتبست من أبحاث جامعة النجاح الإنجاز في هذا الموضوع أنه بس هذول العشر اللي أنا ذكرتهم 65 في المية من الاقتباس بروح لصالح هذول العشرة هلا أنا كثير يعني بحب مثلا بعلم طلابي بنصح طلابنا يعني خلال المساقات البحث العلمي من باب التشجيع دائما نقول يجب أن ننظر إلى النصف الملآم ننظر إلى النصف الفارق يعني أحنا لما نيجي نقول العالم اقتبس من عندنا 65 في المية إذا كثير منواجه في بعض مرار السلبيين بعض السلبيين أو كذا بيقول لك مثلا جامعة عند الاحتلال تسبقنا جامعة أمريكية تسبقنا إذا أنا بني أتطلع في النصف الملآم صحيح أنه هناك 100 جامعة أمريكية تسبقنا لكن جامعة النجاح يليها 3000 مؤسسة أمريكية بعديها تسبقنا 100 لكن يلينا 3000 يعني بيجي مرار واحد يقول لك أنا خريج جامعة أمريكية من خريج من المية اللي يسبقونها ولا خريج من 3000 اللي بيجي بعدها والمنافسة عالمية فهذا شيء مهم وبنفس الوقت اللي أنا بدي أشير إله إذا احنا اكتبس من أبحاثنا 65% من العالم الآخر أمريكا إذا جامعت مثلا هارفورد إذا بناروح نتطلع ونحل المعطيات اللي بوجود عنده نجد أنه 80% اكتباسهم من أمريكا وهذا يعتبر في المقاييس الجودي يعتبر هو ضعف لأنه أنت بسموه self-citation اكتباس ذاتي يعني البلد هي نفسها تكتبس من نفسها فهنا هذا بالنسبة إلنا لما نقول 65% من دول متطورة طبعا أنه إحنا اليوم واصلين في العلم تبعنا لمراحل واصلة إلها العلم اللي موجود في واحدة من الدول الكبيرة مثل أمريكا وبريطانيا والصين أكيد إحنا من رد نرجع من بارك لجامعة النجاح الوطنية ومن بارك للوطن ومن ثمن صراحة جهود الباحثين اللي لو لاهم كان الجامعة ما قدرت أنها توصل لهاي التصنيفات ومنتمنى دوما أهدفنا الكبير أن نكون الجامعة الأولى على مستوى العالم وإن شاء الله أنه إحنا منقدر أن نوصلها أكيد ويعطيكم ألف عافية أكيد ومبارك للجميع بجامعة النجاح الوطنية وزي ما حكيت يعني يمكن نطلع إحنا على نصف الملآة من الكوب لأنه المنافسة مش صعبة مش سهلة عفوا نطلع الإيجابيات حتى تتنشطنا أكثر وأكثر والسلبيات حتى إحنا نتجاوزها ونستفيد منها مش حتى تثبت عزائمنا إن شاء الله شكرا للك دكتور سائد زيود ومبارك للجميع ومبارك للوطن أتوفيق